يقول لك المثال هنا مركبتاء الوزن لجسم على سطح مائل يستقر صندوق وزنه 562 اختصر لك ال M مع ال G على سطح مائل يصنع زاوية 30 فوق الأفقي فوق الأفقي أوجد مركبتين قوة الوزن الموازية للسطح والعمودية عليه الموازية يجب أن يكون مركبتين قوة الوزن الموازية يعني هذا الموازية على مقدار السقوط أما العمودية عليه فهي التي تأتي أسفل نأتي لمثل الصندوق على أن هذا هو الصندوق وهذا سطح المائل وهذه الزاوية وهذا ال X وهذا ال Y طبعا هذا X سالب وهذا موجب وهذا سالب وهذا موجب نلاحظ أن الصندوق يتجه باتجاه السقوط السالب قال لك القوة الموازية للسطح شوف الموازية للسطح وليس الموازية للصندوق إيش الشيء الموازية للسطح أكيد أنه سيكون نفسه هذا لأنه موازية للسطح موازية للسطح المائل أما العمودية عليه فهي العمودية التي تأتي في المنتصف زي كذا مش نميلها العمودية على هذا العمودي أما هذا سيكون العمودي طيب بعدين قال لك رمز لك أن الواحد سيكون اسمه FGX يعني قوة الوزن قوة الوزن باتجاه الـ X وقوة الوزن جاي باتجاه من الـ Y اللي هي العمودية واللي هي الوفقية لأنه قال لك نحو الوفقين طيب إيش نجي نسوي نحن عارفين أول أنه حاجة عندنا اسمها المقدار وحاجة اسمها السين وحاجة اسمها الصعاد DYDX نجي نحط الفراغات طيب إحنا عندنا الصندوق وزنه 562 هذا يعتبر المتجاه بعدين عندنا السين في كم طيب السين نجيبه عن طريق الزاوي والزاوي اللي بنجيبها من هي اللي هي الـ FG FG كيف تقتل بهذا الشكل هاذا اسمه FG هاذا وزن الجاذبية وهذه الزاوية اللي تصنعها الجاذبية الجاذبية دايما حتيوب بالطريقة هذه ما رح تيجي بطريقة مايلة مع Duника مع Y وال X انما حتيته عمودية وتصنع زاوية مع Y السالب الـ Y我跟你 طيب هاذا في الربع الكم هاذا الربع الأول ربع الثاني ربع الثالث في الربع الثالث إش نجيستخدم نكمل الربع الثالث الربع الثالث قلنا اذا كانت في الربع الثالث وكانت الزاوية بين المحور والمتجه شوف ما حدد لك المحور هو اكس والواي قال لك اي محور والمتجه فان الاشارة تكون بالسالب ونستخدم الكوسين والمتجه الذي لا يربطه زاوية اللي مع اللي ما فيله زاوية رح نستخدم الثالث وتكون ايضا اشهرته سالب الان عندنا في السؤال هذا ارتبط الاف جي مع الواي فبالتالي يكون هنا ارتبط عندي الزاوية مع المحور واي فبالتالي يكون سالب 562 كوسين من 30 والسالب لم يرتبط معه زاوية اللي هو الاكس اللي هو كان على السطح المائل اذا هيكون سالب 562 ساين 30 الان ما عندنا الا متجه واحد وقوة واحدة هل نطرحها من صفر لا هناخذ كل واحدة بزاويتها ونطلع قيمتها هيكون عندنا الاف جي اكس تساوي سالب الاف ساين مين ثايدا سالب الاف اهو سالب 562 نيوتن ضرب ضرب الساين بالثلاثين بالثلاثين ويطلع معنا السالب 281 نيوتن هذا من نسبة للمين الاف جي اكس اما الاف جي واي الاف جي واي هنقول نفسه قانون سالب اف كوسين 30 او كوسين ثيتا طيب هيكون عندنا السالب 500 و 62 ضرب مين ضرب الكوسين الزاوية 30 ونحطنا معنا الناس سالب 487 نيوتن هذا من نسبة للمين هذا من نسبة للسطح او القوة الموازية على هذا الصندوق اما هذا هي تتساوي القوة الفقية اللي جاء معه ميلان الصندوق وصغوط الصندوق